الآيات الكريمة من سورة النساء من الآيات السبعة والثمانين إلى الآيات تسعة والثمانين موضوع الآيات اختلاف الصحابة رضي الله عنهم إلى فئتين في المنافكين الذين أظهروا إسلامهم ولم يهاجروا هل نقاتلهم في غزوة أحد أم لا فجاءت الآيات الكريمة بكفرهم والعياذ بالله والآن مع تكرار الآيات الكريمة مع أداب التكرار الأربع التي بيّنتها سابقة بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا التجويد في الآية الكريمة الله لا إله إلا هو هذا مد تعظيم هذا مد تعظيم هو مد منفصل لكن في هذه الحالة وفي هذه الجملة التي تدل على ألوهية الله تبارك وتعالى وأنه المعبود بحق يسمى بمد فعظيم حكمه يمد بمقدار اثنين أو أربع وخمس حركات أي بالتوسط لا يجمع عنكم هذه الكلمة فيها الجيم فيها حكم القلقانة لأن الجيم من حرف كتبه جد لا يجمع عنكم أما النون فيها حكم الإضغام بغنة النون فيها حكم الغنة فيها حكم الغنة وغنة ميمة ثم نونة شددة وسمي كل الحرف غنة بعد الميم أو النون إذا جاءت مشددة فيها الغنة بمقدار حركتين والغنة صوت لذيذ مركب يخرج من الخيشوم أما الميم فيها حكم الإظهار الشفوي كذلك كل ميم في القرآن عليها مثل زي العلامة وهي علامة السكون في المصحف الشريف كلمة إلى فيها مد طبيعي في الألف الصغيرة إلى هكذا كلمة يوم فيها مدلين في حالة الوقف أما في حالة الوصل فلا يوجد مد يومي إلى يومي أما إذا وقفنا عليها فهذا مدلين لأن هذا الحرف حرف الواو ساكن وسبقه حرف مفتوح وولياء يوم أو يومي في حالة الوصل ونكتفي بما ذكرت من التجويد والآن مع التفسير قال تعالى الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله جل وعلا لا معبوض بحق غيره سبحانه جل وعلا لا يجمعن أولكم وآخركم يوم القيامة الذي لا شك فيه لمجازاتكم على أعمالكم ولا أحد أصدقوا حديثا من الله جل وعلا فما لكم في المنافقين فأتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ما شأنكم أيها المؤمنون صرتم فريقين مختلفين في شأن التعامل مع المنافقين فريق يقول بقتالهم لكفرهم وفريق يقول بترك قتالهم لإيمانهم فما كان لكم أن تختلفوا بشأنهم والله جل وعلا ردهم إلى الكفر والضلال بسبب أعمالهم أتريدون أن تهدوا من لم يوفقه الله جل وعلا إلى الحق ومن يضلل الله فلن تجد له طريقا إلى الهداء اللهم إن أسألك الهداية والتوفيق يا رب العالمين ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا تمنى المنافقون لو تكفرون بما أنزل عليكم كما كفروا فتكونون سواء أي مستوي أي سواء معهم في الكفر مستوين معهم في الكفر فلا تتخذوا منهم أولياء لعداوتهم حتى يهاجروا في سبيل الله من دار الشرك إلى بلاد الإسلام دلالة على إيمانهم فإن أعرضوا واستمروا على حالهم فخذوهم وقتلوهم أينما وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا يواليكم على أموركم ولا نصيرا يعينكم على أعدائكم يستفاد من الآيات الكريمة لا معبود بحق إلا الله جل وعلا وكل ما سواه باطل يستفاد خفاء حال بعض المنافقين أو قاع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم كذلك بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم هذا والحمد لله رب العالمين